السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أنت المجيب وأنا المضطر إليك اللهم أنت الغني وأنا الفقير إليك اللهم رفعت يدي إليك بحاجة فلا تردهما إنك سميع الدعاء يا مغيث يا مغيث يا مغيث أغثني ويسر لي أمري وفرج همي والشرح صدري وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين اليوم توقعتنا له يوم الأربعة 29 آذار طبعا القمر موجود في برج السرطان اليوم هو الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و57 دقيقة من ظهر اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل لما أن القمر موجود في برج القوس معناته منشعر اليوم أن عنا قوة عاطفة زيادة عن اللزوم ومن حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقاد والغيرة نظرا لأن حساسيتنا بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتمة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا اليوم زاوية جديدة وهاي زاوية ممتزجة يعني شوي هاي إلها أشياء إلها علاقة بالحبيبة أو اللي عندهم علاقات عاطفية والناس اللي بيغاروا برضو يعني على الجهتين طبعا في زوايا أخرى بتتحكم في هذا الموضوع أكثر فأكثر اليوم الزاوية هي بداية زاوية الاقتران الممتزجة ما بين الزهرة وما بين أورانوس وهاي مستمرة من اليوم تسعة وعشرين ثلاث ورح تستمر لغاية يوم واحد أربعة طبعا ذروتها يوم ثلاثين ثلاث رح تكون هاي الزاوية ذروتها يوم ثلاثين ثلاث الساعة عشر وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بما إنها ممتزجة معناته بتعطينا إيجابية وبتعطينا سلبية وبما إنه الزهرة معناته الحب وبما إنه أورانوس معناته مفاجآت يعني اليوم بتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما إنها بتكون شعبيتنا في تصاعد يعني في أشخاص اليوم ممكن يبدأوا بعلاقات غرامية جديدة أما من ناحية سلبية فهاي الزاوية يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة أو فيها مشاكل أو عدم انسجام إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع بشكل مرعب فعشان هيك على الجهتين بتكون تنتبهو أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي حكينا أنه كان تأثيراتها أو بداية تأثيراتها كان يوم 27 ذروتها كان يوم أمس 29 يوم 28 وهي اليوم 29 آخر يوم لإلها طبعا هاي زاوية بتشجعنا لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبتدل على إشادة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام بما تحقق الدولة من مداخيل مالية أو عبد صفقات تجارية أو مفاوضات سياسية ونجاح البعث الدبلوماسية أو البعثات الدبلوماسية كما أنها تشهد هاي الفترة بتطورات على مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة كما بتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين وإمة الآئمة في بعض البلاد وبتشهد هاي الفترة رواج تجاري مهم سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا حكينا أنه مستمرة لغاية يوم ستة أربعة ذروتها يوم ثلاثين ثلاثة الساعة سبعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا وبتدل على نشاط مردودية أو بدل على نشاط مردودية أكبر في الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد منتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعا اليوم في زوايا مع القمر إيجابية وسلبية الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس يعني منتصف البدر وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثنتين واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من قبل منتصف هاي الليلة الليلة الثلاثاء وبتستمر لغاية ساعة الظهر تقريبا هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وبالدل على استياء الجماهير والرأي العام من الحكومة أو ظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وبرضو بصير في تقلب في أسعار بعض المنتجات والصناعات وخصوصا الغذائية منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة أربعة وتسعة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهيرة وبتستمر لغاية ساعات منتصف الليل هذه الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر فعشان هيك منقول أن الحبيب يقلهم نصيب أكبر اليوم بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتدل على ميل الرأي العام لمواضيع الفنية والترفيهية والتسلية طبعا في تركيز على النساء أكثر لأنه بينعم النساء باستقرار وتوازن نفسي كما أنها بتشهد هاي الفترة أو بتشهد بعض المؤسسات المالية أو بعض قطاعات اللي إلها علاقة بالنسيج أو التجميل رواج أكبر ومداخيل أكثر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون ذروتها الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية ما بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس هاي زاوية بتزيد قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبالدل على استحسان الرأي العام والشعب لما يلاقيه من حرية في التعبير واحترام الحريات وخصوصا حرية المرأة برضو وبيشهد هذا اليوم نشاط في حركة الخطوط الجوية وزيادة مردودية الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة 11 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني قبل منتصف الليل آخر النهار اللي هو الأربعة على الخميس عشان هيك هاي تأثيراتها بتبدأ من ساعات المساء مساء الأربعة وبتستمر لغاية صباح يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا وبدل على استهاء الرأي العام من تراجع وضعيتهم المادية نتيجة تراجع مداخل الدولة أو تقهقر في مداخل المؤسسات المالية أو البنكية أو زيادة في أسعار بعض المواد خصوصا الغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين الجديدة المتعلقة بمدونة المرأة أو تشغيل الأطفال يعني بمعنى آخر منلاقي أنه في زوايا بتحكيه على استقرار أسعار بعض السلع وفي زوايا بتحكيه على اضطراب في أسعار السلع يعني في فوضى بالسوق التجاري بشكل كبير بالفترة هاي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فطبعا عندنا اليوم المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي والمبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجمب والصفاق برضو اليوم الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هذولة الأكثر حساسية واللي بيشعر بعي شيء غير اعتيادي يراجع الطبيب طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها وخصوصا إذا كانت عمليات كبرى أما إذا كانت عمليات تنظير أو أشياء علاجية فما في أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج السرطان معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس 33 في تمام الساعة 41 و45 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 10 30 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 8 أيام في تمام الساعة 48 و47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره 9 أيام نسبة الإضاءة بتصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة 10% في ساعة المساء بيرجع سعيد بنسبة 30% القمر في السرطان حتى يوم 33 هو الآن موعد بث الحلقة سعيد بنسبة 10% ساعات منتصف هاي الليلة اللي هي موعد بث الحلقة بصير سعيد بنسبة 15% أما في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 25% ساعات ما قبل الظهر بصير منتحس بنسبة 15% أما في ساعات المساء بيرجع سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل حتى يوم 3-4 سعيد بنسبة 60% الزهرة في الثورة حتى يوم 11-4 منتحس بنسبة 25% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% طبعاً بس للتذكير اللي حابب يعمل أي شيء في الكبسات اللي تحت ينزل يعمله يعني تذكير لايك ديس لايك اشتراك إلغاء اشتراك كومنت بده يسب عليه عادي يعني اذكركم يعني عشان محدش ينسى وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما ولد برج الحمل طبعاً اليوم بتنهمكوا في أمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم إشي انكم أتحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بدكوا تتحاذروا من التصرفات العدائية حاولوا برضو أنكم أدخل في القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو تسمعوا عتاب أو لوم أو هذا الشيء ممكن يعني يسبب لكم نوع من أنواع ردات الفعل أو العصبية وحاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصابكم برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبراً على الطرقات يوم مناسب لا اجتياز امتحان وبتقدروا تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء وبدون إثارة المشاكل والعدوات والتحفظات وردات الفعل السلبية وحاولوا أنكم ما تتركوا مجال للغموض حاولوا تكونوا واضحين وواقعيين أيضاً باستطاعتكم مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وبرضو اليوم ما تهدأ وتيرتكم يعني كثرة الانشغال والاتصالات رح تكون بأوجها بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعاً اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات وتنتبهوا من المحتالين وخصوصاً في ساعة المساء تبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع ممكن اليوم تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها اليوم بيفتح أمامكم أبواب للحوار والنقاش البناء حاولوا أنكم تبرروا مواقفكم وتوضحوها من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً اليوم القمر موجود عندكم فعشان هي كنتوا اليوم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاقلكم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة اليوم بيحمل لك تقدم أو أخبار جديدة أو بيه برضو اليوم بعيد لكم نشاطكم أو النشاط لحياتكم اليومية الحبيب اليوم برضو رح يستفيدوا لأنهم ملفتين للنظر بالنسبة للجنس الآخر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكو تضبطوا أعصابكم قدر الإمكان اليوم بسيطر التعب عليكم فعشان هيك بتكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وحاولوا انكو تخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو التعب أو الإرهاق أو التوتر فعشان هيك حاول انك ما تتخذ قرارات حاسمة لأنه ممكن تفشل أعمالك في حصد النجاح وتخيب آمالك لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أي شخص خلال هذا اليوم أي انتقاد رح ينعكس عليكم سلباً اليوم بناسبة العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أو الأصدقاء أو لقاء اجتماعي أنت اليوم بحاجة للتحالفات وبتفرح اليوم لتفهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على تأييد أو تشارك في ورش التعمل يعني نشاط اجتماعي ومناسبات ولقاءات أغلب اليوم برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعاً بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسع كل يوم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدكوا تنتبهوا القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك اليوم ما تعملوا أي شيء ممكن أنه يشوه سمعتكم ممكن تشعروا كأنه محيطكم المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معاكم ولا بيتعاون معاكم أهم شيء أنكم ما تخشوا المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح في بعض التوتر أو بعض القلق على مسأل ما برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظاً وبتختفي المنافسات والعدوات واليوم برضو تتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك طبعاً على المستوى العاطفي برضو اليوم مميز ولكن بدون مغامرات واللي بغاروا من موليد برج العقرب ينتبهوا على أزواجهم بشكل جيد أو على أحبائهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اليوم ممكن تصرفوا بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع أو لعادة بعض الأمور لنصابها حاضروا من مخالفة القوانين والتعليمات وحاولوا أنكم ما ترفضوا أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالجوا موضوع مالي أو موضوع إداري في بعض المكاسب المالية أو الحلول المالية أو سداد بعض الفواتير ولكن المشكلة المحتالين والمستغلين لا إلك أو اللي بتشكونوا عشان يستعطفوك والنصابين فما تكفل حد وما تضمن حد خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا بينصب إهتمامكم حول موضوع الشراكة يعني القمر موجود مقابلكم تماما أعطيكو إيجابية ولكن بالمقابل في سلبيات اليوم تقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم وخصوصا شركاء العمل أو العاطفة ولكن اترك الغير والشك حطهم على جنب وحاول تهتم بالحبيب أو الشريك بدون أي خلافات أو صدامات تعتبر هاي الفترة متوترة وممكن تتورط في أزم ماء وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شي إنك ما توجه انتقادات لأي أحد برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم أكثر من المعتاد لأنه اليوم القمر في بيت العمل والصحة فشوي رح تنهمك ببعض الأعمال أو ما تجد الوقت الكافي لإنجاز كل أعمالك تتضطر للعمل وقت إضافي عشان هيك بدك تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم وحاذروا من التراجع الصحي غيروا أولوياتكم إذا دعت الحاجة وما تعندوا وباكروا للعمل تفادي لأي تأخير في أعمالكم وبرضو حاولوا أن أي معاملة دققوا فيها قبل تسليمها برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم مناسب للعلاقات العاطفية أو تقرب من الأحبة أو الأبناء أو توطيد العلاقة معهم ولكن أي مشاحنة أو سوء تفاهم ممكن يسبب مصائب فبدك تحذر ودير بالك من المواجهات وسوء التفاهم الغيرة والشك والتحكم ممكن اليوم يكون فيه فرصة مناسبة لمصالحة أو للتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا تعتبر أي فترة إيجابية ولكن زي ما حكينا دير بالك من الشك والغيري طيب هيك إحنا خلصنا إنتوا عملتوا ولا ما رح أذكركم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر